اشتركوا في القناة وطبعا اخيرها فاتوة مياد الحناوي واصالة وانغام وشرين والله يا شرين لكن سنبدأ بفتاوى السيسي انت احد المؤيدين للهاشتاج المناوئ للسيسي يعني كلمة الهاشتاج دي كلمة اناسف كلمة العرص وفوت شرع عني ان انا انطاع عشان افتي عليها هذه الكلمة لما نشوف معناها عند الشعب المصري وبالمناسبة كل الكتب دي قالت الكلمة اللي انا قلتها دلوقتي كل الكتب دي من النص نصت على هذه الكلمة موجودة فيها بالنص بالكلمة نفسها او بزيادة حرف المين قبل العيم يعني في دي وفي كلام العم بكده بس انا انا بقولك كل دي جابت حكم الكلمة دي ايه وانا تعمدت اجيب كتب المذاهب الفقهية اللي شرحها مصري علماء مصريون من علماء مصر بذلك يكون عدك العب وازح يا شيخ عصام الرجل يجب كم كتب كل دي ابحث علمية الله على غزارة العلم يا شيخ عصام لكن بعد سنتين فجئنا الشيخ عصام قالي يا جماعة انا كنت بتحك عليكم كنت اجذب لا بحثت ولا قرأت في الكتب ولا حاجة واصلا ده شتم السيسي او وصفه بالعرض طبعا هتشلوا نقطة من فوق الضد حرام شرعا وبذاء ولا يجوز امي الفاتوه الشيخ عصام كنت بمس كده وكده وكتب مقالا على موقع عربي واحد وعشرين سماه الاسلاميون ومفردات البذاء ان ايه باه يقول اعلم ان لي حلقة عن الهاشتاج المشهور عندما اطلقوا الشباب عند ترشع عبدالفتاح السيسي وكنت مدافعا عن اطلاق الشباب له الله ينصر دينك يا شخص عصام وكانت لي ولا زالت الاسباب الوجيهة والعلمية في ذلك ممتاز جدا وبعد ايه قالك وقتها يعني الان لا لا يجوز وصف السيسي بالعرض خلاص ليه وهو ما لم اعلنه يعني انت كنت مخبى عني حاجات بقول لنا كنت مخبى عليكم حاجات فيه اسباب سرية للفتوى انا رفضت اذكرها لكم في ذلك الوقت طلعتها بس الفتوى دي ايه تيواني كده عسرية وهو ما لم اعلنه في وقته ليه وهو اننا كنا نمنع الشباب من التفكير فاي مصاري فيه عنف يعني فيه حمل سلاح ليه ان فيه اصوات ايامها طلعوا قالوا يا جماعة نعلن الجهات في سبيل الله فالصدع صمت ليه ما قال لا لابد نمنع هذا الكلام لان هذا مصاري في ايه عنف فهو الراجل رأيه لا الشباب ما يحملوش السلاح ولا حاجة فنعمل ايه نجعلهم ينفسون غضبهم في يلا ياولاد نشتم السيسي هاشتاج ارحل يا سيسي هاشتاج نرقسك يا سيسي هاشتاج تعال نلعب يا سيسي وكلام من هذا الايه القبيل فالحنا كنا بنتحك على الشباب كنا نمنع الشباب من التفكير في اي مصاري فيه ايه عنف يعني فيه حمل سلاح يعني ردا على عنف هذه السلطة اللي هو العسكر وبعدين بيتكلم بقى انه الكلام ده انتهى يعني الشيخ عصام بيقول انا كنت بجد بجمعه وكنت بضحك على الشباب ويعني بعمل خدعة له انا طبعا معترض على الخدعة انت راجل ضد حمل السلاح او اعلان الجهاد او كده اطلع اقول انا الشيخ عصام تليه ما ضد حمل السلاح او الجهاد ضد السيسي وعسكره وخلصة ويبقى بشكل صريح وطوله الله القرآن الكريم فيه كده والاحاديث النبوى فيها كده اما ان تجذب كما ذكرت انت الان واعتراف فهذه مصيبة وعار لم يقبلها ابو سفيان الكافر لما كان عند هراقل وهراقل سأله ايغضر محمد فابو سفيان بيقول خشيتوا ام تقول العرب الكفار كذب ابو سفيان مش كذب الشيخ عصام تليه هذه هي الفتوى الاولى فيه فتوى ثانية ايضا اللي الشيخ عصام تليه اليوم السيسي مات مطلوب نصلي جنازة الشيخ واجد غنيم قال السيسي كافر ومرتد فبالتالي يترطب على ذلك لا يجوز صلاة الجنازة عليه ولا دفن في مقابر المسلمين طب محتاجين شيخ نجيب مينيم نروح لمشيخ تركيا وهدنا مشيخ تركيا قالوا لا السيسي انقلابي هم خائن والخوانة لا يصلى عليهم الجنازة ولا يدفنون في مقابر المسلمين فاحنا في الاخر قلنا لا الشيخ عصام بيقول نصلي على الخوانة صلاة الجنازة سميت مقابر الخوانة هنا في تركيا دا تم فعلا يعني؟ دا تم بالفعل طبعا دا يخالف الشرع دي مخالفة للشرع طبعا يخالف الشرع يعني ما احترامه تأديري اللي عمل دا دا تم سواء بأمر من أردوان او من وزيد او اي وزير او اي شخص هبدا تكلم نيجو الشرع لا احنا اتكلم عن الشرع الشرع ما عنديش فيها ما بنجملش فيه هذا الامر يخالف الشرع وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وانا من السنة والان تعالوا لطبق فتوى الشيخ عصام تليمة صلاة الجنازة اربع تكبيرات التكبيرة ثالثة ادعوا للميت يبدأ بقى الشيخ عصام بقى امام الجنازة اللهم ارحم عبدك السيسي اللهم ادخل عبدك السيسي الجنة اللهم امحو سيئاته اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب هذا هو ما سفعله عصام تليمة اذا نفذ فتواه واما صلاة الجنازة على السيسي زي ما هو بيقول فدي اخرت حتى شوف انت في المنطق لما تيجي تطبق فتوى عصام تليمة تجد ان هو يعني ده مواحد مختل يعني مختل عقلية نقول هذا الكلام ده لو كفتوى صحيح يعني كبعا ما فيش دين في الدنيا بقول هذا الكلام يعني نأتي لي فتوى الرأسات انغام بترقص انا بترقص انا بترقصي بترقص الشيخ عصام تليمة افتب انه بيسمعهم وسميع وغناؤهم حلال حلال وكلامهم زي الفن طيب انت بقى بتحب من المغنيات مش من المغنين اه من الجداد ساميرا سعيد وانغام وشيرين طبعا صوتها كويس وشيرين لأ مفيش يا الجداد الاول مش باني مش بان صوتهم يعني انا اصلا بيهمين طبقة الصوت يعني انا يعني اه ما يدل حنوي طبقة الصوت بتعجبني جدا واصل يعني طبقة الصوت انا السامير بيهمه اه مع الكلام طبقة الصوت في حروف معاناة بالبان مش اللي لدغة ولا اللي بت م Lynd I ماشى اخوهوس ماشي اخوي ممكن اصالة يا ماجنون مش انا ليلة صوت ماشي اصالة يا ماجنون مش انا ليلة لكن انا شخصيا ليه فتوى في هذا الامر معلش لانه يعني ايه طالما الامور كده بقت سدح مداح انه اخرفت في الموضوع انا فتوايا انه لو الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش الآن في زماننا ما هو معيار الحلال والحرام ايه القرآن والسنة والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يطبق القرآن ويفسره فلو ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش الآن في زماننا والمغنية شرين عبد الوهاب وكذا هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو رئيس الدولة هيجيبها ويعمل حفل غنائه وقول لها اتفضلي يا شرين غني يا شرين مش عارف اه يا ليل ولا اللي بتغنيه ده ولا هيقول لها الأصالة سمعيني يا مجنونة انا مش ليلة ولا مش عارف انا مجنونة اللي قالها يعني اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يا عصام يتليمة سيفعل ذلك ويجيب مصرح وخشب ويوقف أنغامه أصالة ويسمع أغانيهم أو أغانيهن يبقى الغناء حلاة فانا أقول لي عصام هل فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان حيا كان سيفعل هذا العصام ولا لا إن كان سيفعله يبقى الغناء يبقى الغنائهن الأغاني اللي انت اتكلمت علىها تحديدا يعني حلاة وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقلع الجزم ويضربهم بها فغنائهن أو الأغنيات اللي تبتحدث عليها حرام وفي حدود علمي وصحح لن كنت غلطان فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يستدعي أي مغنية لمجلسه للغناء قط وده موضوع آخر لكن البعض قال لك الشيخ عصام عنده شجاعة الاعتذار وطلع الاعتذار على الشاشات أنا أخطأت فيه أمري أخطأت فيه حسن التقدير وفي حسن التعبير السؤال هل هذا الاعتذار حقيقي ولا مضروب كده وكده زي الفتوى التيوانية الأولى بتاع الهشتاج بتاع السيسي إنما إيه بتحتزن عن عدم حسن التعبير إيه اللي عبرت فيه غلط مش عاري وعن عدم حسن التقدير تقدير إيه إنما لم يعتذر عن سماعه أغنيات هابطة منحلة متنينة على عدها نعم إنت مالك يقول والله أعلم إنه قناة الشرق هي التي وضعت في الفاصل أغنيت الرأس اللي فاها النسوان العريان التي تركز على أساس أن أصالها يعني لابسها الحجاب وهي بتغني والشيخ عصام كما فكرها لابسها النقاب وهي بتطلع تغني الأغاني بتاعتها تمام وهو ملوش علاقة أصلا دعيش في كهف في مكان ما أعزوله مصحراء وبعدين الأغاني بتاعتها بتوصلوا على شرايك كاست لسه من أيام 500 سنة فاته إنما لو أنت بتعتذر مفروض تقول أنا بعتذر يا جماعة إن أنا أبحت سماع الأغنية الفلانية والفلانية الأصالة وشرين وهي أغنيات هابطة فاجرة دائرة فاصقة لا يجوز سماعه وهو ما لم يقوله بل أصر على إنه مغنيات دغل أغنياتهم هذه يعني بالكلمة عليها تحديدا أغنيات حلال بلال فواضح أن الاعتذار تيواني ننتقل إلى فتوى أخرى ما حكم الشرع يا شيخ عصام تليمة في من يقتل المتظاهرين ونحن نتربط أن يصيبك الله بعذاب من عنده أو بأيدينا أنا لاقى أي قصاص يكون لكياد الشعب النصري تحرص الخارج والقوانين الدولية أنا لمانع منها تحرص فيها لكن أنا أرى أن أقرب قصاص يكون بيد الشعب النصري أصحاب هذا الدم من هؤلاء المجرمين إما بالثورة حينما تنجح وإما بقصاص حق ولي كل ولي أمر في من يعلم قاتل ابنه يقينا أن يقصص منه لأن القصاص لولي الأمر لأن أنا وكلتك ولي دم فإذا ما تلاعب ورفض عادت الوكالة إلى ولي الدم أصبح لولي الدم لمن يعلم قاتل ابنه يقينا أوليه أن يقصص فأعتقد القصاص لن يضيع إذا أرادوا أن يؤسوا الناس من القصاص بالقانون فهناك قانون الله ويحق لكل ولي دم أن يمتثل لقانون الله وأن يقصص إما أن يعفق هذا أمر له وإما أن يخصص قصاصا شرعيا لا يملك مخلوق على ولي الأرض ولكن باختصار ربما يقول البعض أن هذا يفتح مجال واسع لربما إهضار دماء أبرياء يعني عن طريق مجرد الشك يعني لا ما فيش في الدماء وفي الحجم فيش عدث ما شك قلت من يعلم يقينا إذا تغاثر اليقين بمعرفة القاتل أصبح لولي الدم في ذلك إذا لم يأتي له القانون بحقه ولم يعافق أصبح في هذه الحالة الشرع يقول له عادة الوكالة من ولي الأمر الحاكم إلى ولي الدم الوكيل الأصلي إذا كان هناك يقين بمن القاتل إذا عارف البلطاج اللي أسال ابنه عارف المجرم اللي أسال ابنه ضابط أو جيش أو شرطة أو مين أو اغتصى بمنته أو فعل هذا صلعا الشرع إذا لم يجرى معه تحقيق والآن عادة أهم ولم يترك ولم يترك السيسي قال ما فيه الظابط هيتحاكم إذا أعلنت بهذا الشكل أصبح من حق ولي الدم إذا قال ما يقينا القاتل أن يغتص شرعا ولا حد حد علي ولا أي أعقف شرع أصلا دي فتاوى بإجماع الأهمة شكرا جزيلا الدعاية الإسلامي الشيخ عصام تليمة كنت معنا عبر سكايب من أسطنبول كما نشكر ضيفنا في دي فاته أخير يا شيخ عصام ولا هتطلح تايواني ومضروبة في فتاوى أخرى ولا إيه المباشر أنا مش قدر أجيب حقي أسأل الناس بتموت من القتلة من القضاء هو تكلم عن القضاء تحديدا لا يعني مثل هذا الباب في فتحه ما لا تحمد عقباه صاحب الحق له حق فعليه أن لا يضيع حقه بأن يأخذ بالظن أو بكذا قال تعالى من قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف القتل فإذن المسألة هنا على هؤلاء الأهالي أن يلقوا إلى كل درجات التقاضي المحلي والدولي تدويل القضية حقه وفي مناصمة دولية يعني منعت وأمرت بوقف هذه الإجراءات الناس تضغط في هذا الأمر وتستنفذ كل الوسائل المشروعة وعدم اللجوء إلى أي وسيلة تؤدي إلى يعني نهار من الدماء أو إلى فوضى مين من حقه القصص؟ لأصل الدولة التي جاء التنفيذي التي خول إليها الوكي ولي الأمر إذا ضلت الدولة وظلمت زي ما احنا شايفين في الحالة المصرية معنا أصبح حق للمجتمع عليه أن يسعى إلى هذا الأمر لرد هذا العدوان ولأخذ الحقوق للناس لكن لو افتركنا للناس تأخذ بأيديها تبقى فوضى تبقى غابة المجتمع إزايش يصبح يعني المجتمع يشكل يتحرقها طبعا كل مجمعيات حقوق الإنسان واجب فرض عين عليها التحرك في مثل هذه القضايا لتيم بالحقوق نعم حتى لو كان الاستعانة بالآخرين بالدول الأخرى حتى لو دول الأخرى غير مسلمة حتى لو واحد مش متدين حتى لو واحد مش ضد الانقلاب حتى لو لو دي حقوقه أنت محتاجها من بداية القبض عليهم إلى مراحل التقاضي المختلفة عسكري الشرطة أمين الشرطة الزابط وكيل النيابة النيابة العسكرية القاضي وصولا إلى من عذب ومن انتهك ومن أرهب ومن نفس حكم الإعدام هل هؤلاء شركاء في هذا الدم هل وزرهم واحد أم يختلف الوزر على اختلاف المسمة أو الوظيفة لا إحنا هنا يعني حسب كل ما لا تكون الجريمة إلا به إنما عشماه اللي بنفس دا ما هو يعني فينا دي وظيفته أو مش وظيفته هو فينا بينافس ما ما بيقضيش ولا يعمل إلا لو فينا عارف أنه برقاه وكزورة ويعلم دا يعني الأخف في ذلك دا طلع الأمر تغير 180 دركة من أنه من حق المسلمين الاقتصاص بأيديهم من الضباط والقتل وهؤلاء إلى أنه لا روحوا لي جورج بوليس حنى في محكمة مش عارف إيه المحكمة الدولية أو لوكهين كذا في ما نظمت حقوق الإنسان وما إلى ذلك يعني إحنا نمشي تبع أي فتوى شيخ عصام والآن نصل إلى اتفاق الشيخ عصام تليمة والشيخ عبد الفتاح السيسي بن حارث اليهود في نفس الفتاوى فجئنا بأنه عبد الفتاح السيسي بيخترع فتوى جديدة هو يفعل منبر يريد أن يجعل الطلاق الشفاي لو واحد طلق مراته شفاهة لا يقع يعيش مع بعضهم في الحرام واللياده بالله من طلعش قانون يقول أنه لا يتم الطلاق إلا أمام المأزون عشان ندي فرصة للناس أنها تراجع نفسها ما يبقاش بكلمة بيقولها كده ولا يا فضل تليمة تعبتين يا فضل تليمة فجئنا أن السيسي أصلا غش هذا الكلام من من؟ من عصام تليمة ولدنا أن عصام تليمة سبقه وكتب مقالا عنوانه الطلاق لا يقع بغير شهود أو لا طلاقة بغير شهود وكتب في هذا المقال وقال أنه الإشهاد أن وجود الشهود رقن من أركان الطلاق أنتو عارفين الزواج هو بيتكلم بيقول كده الزواج من أركانه الإشهاد لو واحد اتجاوز واحده وما أشهدوش يصبح زنا طيب لو جي طلق بقول بقى زي ما هو ما اتجاوزه بشهود لابد يطلقوا بايه؟ بشهود طيب جبت الكلام ده منين يا أخي عصام قال ده موجود في القرآن الكريم ربنا بيقول ايه؟ فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف طيب عند المفارقة وأشهدوا ذوي عدل منكم وأشهدوا ده فعل أمر وبالتالي الإشهاد واجب أن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالإيه؟ بالإشهاد ولكن هنا اختلط الأمر على الأستاذ عصامت ليما وأنا آسف دعني أفسر لك في اللغة العربية وفي القرآن الكريم معلش هنا القرآن الكريم أوجب الإشهاد بصيغة الأمر ولكنه لم يقل ربنا سبحانه وتعالى وإذا لم تشهده فلا يقع الطلاق خليبان بمعنى إيه؟ بفرق بين واقعة الطلاق وواقعة الإشهاد يعني في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ فَاكْتُبُوهُ فيه دين وفيه ايه؟ وقعت الكتابة فيه وقعت النهاردة واحد زي الشيخ واجده غنيب روحت أنا صابر الشيخ واجدي خبطت على باب وأنا مهازنق في قرشين أعوز منك مليون جنيه سنف الراجل مشكور أنه بتاع ما جابش الشهود ولا حاجة ولا كتب ولا كذا يعني بيستأمن وقعت دانيل ايه؟ المليون جنيه في ايدي خدتهم ومشيت قات يا صابر الفلوس صابر ترني شوي ونعم على الموضوع يعمل ايه يا شيخ واجدي ذهب إلى القاضي يا سيادة القاضي صابر ومشهور خد من مليون جنيه وضرب عليهم مش عاوز يرجحهم هل فيه شهود يا شيخ واجدي لا هل كتبت ورقة تاني يا شيخ واجدي لا يبقى القاضي في هذه الحالة يقول له راح يا شيخ واجدي لأنك لم تكتب فبالتالي لم يقع الدين انت ما سالفتوش حاج ما هو بقولك التلاق لا يقع لان ما فيش هو طب ما هنا وقعت الدين نفسانا خدت منه فلوس لا تقع لانه ما فيش هو ما كتبش لم يكتب لانتفاق شرط الكتابة ربنا امر بالكتابة في الدين فهنا يقوم الشيخ واجدي قوله والله يا سيادة القاضي انا اطالب بحضور صابر مشهور وبعدين جيت انا قدام القاضي كنت عاوز اجد بقول ما قدتش حاج لكن الشيخ واجدي يعني زكرني بالعذاب وربنا سبحانه وتعالى وكذا فقلتوه الله يا سيادة القاضي فعلا انا اخذت منه الدين اخذت منه المليون جنيه واقررت بانني اقتردت منه المليون جنيه في هذه الحالة القاضي يقول الشيخ واجدي لا رواح انتو الاثنين ما خدش مننا الحاجة لانك ما كتبتش لا طبعا فيه فرق بين واقعة الدين اخذت منه فلوس وواقعة اثبات الدين زي فيه فرق من واقعة القتل واثبات القتل زي ما بنجي يقولك المتهم برئ من قتل فلان يعني معناها ان فلان لم يقتل لا ده فيه جثة واحد مأتول ولكن لم يزبط انه هو الذي قتل فقد يكون هو او غيره ففيه واقعة القتل وفيه اثبات القتل فبراءة القاتل مش معناه انه مفيش قتل اصلا لا فيه قتل وكل حاجة بس مش عارفين من لقتها ففيه واقعة الطلاق وواقعة اثبات الطلاق فربنا سبحانه وتعالى قال انه في اثبات الطلاق يكون بشهود وبالتالي لو واحد طلق زوجته وهي راحت القاد ورفعت قضية يطلق الرجل ده طلق له جابت الرجل انت طلقت امرتك ايوه ازبت امرتك خلصا ثبت الطلاق انما لو انكر يبه هي الزمه هي الشهود لزيك فيه ناس بترفع دعوة اسمها ايه اثبات طلاق فانا بعراق الشيو حصام الفرق بين الربنا سبحانه وتعالى يقصده في يزيل بين الطلاق والمسألة الشفاهية ننتقل بعد ذلك الى فتوى خلع الحجاب شيخ صمتي ليه ما افتى بجواز خلع الحجاب اذا البنت ذهبت الى فرنسا عندها بنت فسانوي وتروح تدرس هل تتركها تدرس في مدينة لانيا فرنسا في مثل بريطانيا وان الافضل لها كده انه طبعا عشان مسألة الحجاب في الجماعة والحجاب دي طبعا ده يعتمد على اذا كان المكان آمن في هذا الام فياخذ بفتوى من اجاز مثل هذا الام اذا كان مفيش مكان قريب منكم تقدر يعني ايه تلتزم به بحجابها يعني لكن لو وجد مكان تقدر تحتاج فيه وفيه امان عليها فسط رفقة مدينة جامعية ولا سكن مع طالبات مؤتمنات على الخلق والدين لا منع في هذا الامر يعني عملا بفتوى من يجيز هذا طبعا جمهور يمنع ويحارم لكن هناك من يجيز كرأي السادة الشافعية وبعض العلماء ومنهم الشيخ القرضاوي يعني يعني يجيز ذلك بالضوابط التي ذكرتها مسألة الانية لما تيجي تدخل المدارسة تطرت إلى الحجاب ايضا هذه فتوى من العلماء المقيمين في اوروبا من اهل العلم يعني رخصوا في ذلك للفتيات للقانون بيمنع لانه طبعا ما ينفعش نحرمه من التعليم التعليم مطلوب للبنت للبنات وللشباب فأفتوا بذلك العلماء معظم من يقيم في هذه البلاد بخبراته مع الواقع والشرع ان على الباب يخلع وطبعا مفيد بعض الا تممكن لبس باروكة تقول الله رخص يعني كل انسان يأخذ بما يناسبه اذا كان تلبسه عند باب المدارسة يخلع ثم ويتخرج ترتديه لا حرج في ذلك ويعني ضرورة تقدر بقدرها كما نص على ذلك العلماء والفقهاء هي داية في الشام لا فيش الا فرنسا ما تروح بريطانيا يا اخي ما تذهب الى ماطر يا اخي ما تذهب الى تركيا تروح الى بلد تاني داية فقه يعني ثم انك يا عصميات لما تعيش في بلد اسمه تركيا البلد دي لها رئيس اسمه أردغال واردغان هذا قبل ان يكون رئيسا كان مواطن واردغان عنده فيما يعلم بنت وبما بنتين الله اعلم يعني لكن رفض ادخال بناته في جامعة في تركيا اللي هي في بلد وصفرها لدولة اخرى تدرس في الجامع بالحجاب مش بقى راح يوضع فرنسا هي كانت محجابة في تركيا قال لا رحي فرنسا وخلع الحجاب عشان خاطر فرنسا تقبالك الاكهر من ذلك انه زوجة اردغان امينة اردغان نفسها الله يوضعها الصحة لم تدخل الجامعة حتى لا تخلع الحجاب انا وريك انه قادي اللي بيحصل في تركيا ايضا وجدنا الشيخ يا صمت ليمة يفتي بعدم جواز الغلط في السيسوية لو غلط في حد على موقع التواصل الاجتماعي من كتر ما بشعر بالاستفزاز واكثر من النفاق واللي احنا بنعيشه ده مؤيدين السيسي والفساد هل انا كده علي زم لا عليك الله يخطف حق حد على حد يعني الاصل للنسان يعني خلص ناس بتستفز ايه بدي عن صفحة طائبة عن كاملة حتى لا تستفز بذلك اصد في ذلك على كل الناس مش معنى ان انت عندك صفحة انك انت ممكنت منك تسيل الناس لا ده معنى ده وسيلة الغرب اختراعها عشان لعمل نافع احنا دا عدنا الغرب والناس تخترع الحاجة الصالحة التليفونات والفيديوهات وتليفوزيونات ونستخدمها انا احنا في البذاء والسوء الادب وسوء القلق ويعتبر اولا قصدتها شخصية عامة طب شخصية عامة مش معنى ستشتهم طيب الى واحد ظالم ظالم من ايه ما تشتمه طيب قول معلق بين ما يظلم به ما هو ظالم في ايه حدد طيب واحد الرأي علمي اخطأ قول اخطأ في ايه تسريب جنسي لاحد الشخصيات المسؤولة في الدولة المصرية او النظام العسكري في مصر شيخ عصام ما رأي الشرع في نشر مثل هذه التسريبات وخاصة انها تكون من هذا النوع تحديدا في قضية الاعراض بالذات المسألة فيها تتسم الاولى فيها بالستر كما قال صلى الله عليه وسلم للصحابة حينما جاءوا بماعز فقال له لأحد للذي غره ان يعترف امام النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا سطرته بثوبك روها ابو داود في سننية صححة والعلماء فالاصل الاسلام وضع ضرابة لهذا الامر حتى يتحدث الانسان عن حالة بهذا الشكل نعم بكلم عن الحال الخاصة بوجه نعم الامر الاخر ان قضية ان يسجل الانسان لانسان دون علمه في امر خاص هذا امر ايضا نهى عنه الشر لانه هذا يسمى تجسس نعم التجسس والقرآن يقول ولا تجسسه وقد سألت احد المشايخ الافاضل العلماء بقى الحقيقيين في ذلك في نفس الامر قالي لا الكلام دا غلق حتى اقرأ القرآن الكريم وهكي الايات ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه على المنافقين الاعراب اللي هم لانقلب ولا خانوا ولا اختصبوا النساء زي ما فعل السيسي ولا كذا ربنا قال ايه الاعراب اشدوا كفرا ونفاقا واقدروا ان لا يعلموا حدود ما انزوا الله قول بقى يا حسام يا تليمة والله ربنا اللي حشى لله غلط انه غلط في المنافقين والاعراب والعاد بالله وفي اية اخرى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام يعني كالحيوانات يعني الانعام اللي هو الحيوانات فبالتالي يجوز وصف السيسي بانه حيوان كما جاء في القرآن الكريم اولئك كالانعام بل هم اضل يعني اسوأ من الحيوانات اولئك هم الغافلون وفي اية اخرى ربنا بقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يعني يجوز انت تصل في هؤلاء بالحيوان لم يحملوها كمثل الحمار الذي يحمل كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس القوم وفي اية اخرى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه على موضوع سيدنا نوح ويصنع الفلك اللي السفينة يعني اللي تحمله وكلما مر عليه ملأ منهم من قومه سخروا منهم سخروا منهم قال سيدنا نوح رض عليهم اللي بها سيدنا نوح بقال لهم لا انا مؤدب سيدنا نوح رض عليهم قال إن تسخروا مننا فإنا نسخروا منكم كما تسخرون وفي اية اخرى ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يحب الله الغهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وربنا يقول ألا لعنة الله على الظالمين وطبع ربنا سبحانه وتعالى سبأ أبو لهب وسبأ الوليد ابن المغير ننتقل الآن إلى موقف آخر عجيب وغريب من الشيخ عصام تليمة هو في اعتصام أو مظاهرات مسجد مصطفى محمود اللي حدثت يوم مجزلة رابعة والعسكر قتلوا فيها كثير من المسلمين فعصام تليمة توجه إلى هناك وكانت له مهمة يعني وفي ساق الحزب يقول إن في حد قال له عصام روح يعني يلعى الدر أو مهمة ما مش عارف مين هو فذهب إلى المكان وطلبهم به العلامة يوسف القرباوي كان عليك يا كبير من بعد فضل الله كان ولا يزال ولا يزال اه طبعا لبو أمزة معلش هو مشات ايه معلش في السؤال تعترف ان هو يعني قال لك معلش يا شيخ عصام ايه كفاء عليك كده لا ولا انت بطلب على طريقتك لا 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 مشاني ولا مشي وانا قلت الكلب يوم فضة رابعة في مضام مصطفى محمود وجاني أخل النهار اخواننا اللي مسؤولني عن رأينا نسحب نطلع من هذا المكان لن تكون وظيفتنا غير عد جسس انا مقدرش اتحمل دماء انا محدش يقدر يواجه الناس اطلع قولي كم دا للناس طلعت وتحملت طلعت في رابعة طلعت في مصطفى محمود لان كان دا البديل عن النهضة طلعت وعرفش كيف فتح الله عليك مش حايف انك تكون كده بتعمل نفس البطل لا والله بتعمل البطل على جسس لا 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 مش صحيح ومع ذلك نزلت تحملت اهانات وإساءات وآيات امتدت علي في هذا اليوم طبعا ومع ذلك انت تتحمل لا عايز اقول يعني انت الفهامة مش الفهامة مش الفهامة ايه معناها كده لا لا مصحيح انا الولد اللي هما ما جرتش والله دا هو كده لا انا بقولك مثلي يستدعى في هذه المواقف التي تحتاج لهذا الموقف مثلي مش عينها تحديدة بس انت كمان مش شايف في القيادات الإخوان يعني حد هنا يا أستاذ عصام تليمة منكر العسكر الانقلاب منكر وخيانة فتغيير المنكر الأمر في الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغير الوسائل مش هأتي له ففي ناس قالوا تغيير هذا المنكر يكون بالسلاح واعلان الجهاد في سبيل الله فانت كما قرأنا في مقالك قلت لا مش عاوزين لا جهاد ولا عنف ولا اسلاح ولا كلام من هذا القبيل الباب دا اغلقوه طيب نتظاهر نعمل اعتصام نعمل مظاهرات فالآن قلت لا ده أنا كنت راح أقولهم لا تتظاهر ولا تعتصم وانت قبل كده قلت لا تحمله سلاح ولا تجاهده طيب وبعدين الآن طب نعتصم ونتظاهر الآن قلت لا ده أنتوا ازاي تتظاهر وتعتصم وانتوا كده امشوا ولاد ستين في سبعين طيب نشتههم على الفيسبوك قلت لا لأنه دي بداعة ولا تجوز طب نعمل ايه كيف نغير المنكر لا باليد نافع لا يجوز عندك ولا باللسان ولا فضلش الا بالقلب فمفاده موقف عصام تليمة ان احنا نترك الامور العسكري تماما يعملوا اللي هم عاوزينه والخطأ على من يحاول تغيير هذا المنكر وطبعا نحن في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى الشيخ سمحت هذا التفسير من الشيخ حزم أبو اسماعيل في شرحي للسيرة النبوية واكتبه على اليوتيوب التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم تجد الشيخ حزم للسيرة للرسول كأنكم لم تسمعوها من قبل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فيستشهد بقولي تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء فلابد يكون موقف مصاح مدة قد حدث في القرآن الكريم وأنا في اعتقادي أو في ظني وأنا لست أهل للعلم الشرعي أنه موقف أصحابي اخدوط الناس دي كان واضح أنهم من الضعف لدرجة أنهم جابوا لهم وطبعا أشعروا فيهم النار زي ما كما أشعروا النار في المسلمين في رابعة والقرآن الكريم ما قالش أن أصحاب الاخدود دون ناس ما بيفهمش ولا ناس بتعد جسس ولا إيه اللي بيعملوه في نفسه وتجد أن القرآن الكريم أسنى على امرأة فرعون المؤمنة التي تكتب إيمانها وأتنى على أصحاب الاخدود يعني الموقفين حسب الظروف لكن لا تجد في القرآن الكريم كله لو من خرج يدعو لله سبحانه وتعالى أو يغير المنكر حتى لو كان بمفرده إطلاقا ولا حصلت فيه تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم السنة النبوية وحتى يعني هات كل المواقف كده أنه كان فيه مسلمين بمفردهم ولم يقول له حتى سيدنا حمزة لما هو كافر لما قاله ده أبو جاهل شطم الرسول فرح ضرب أبو جاهل بالربح فالرسول قال له أنت عملت كده وأنت عنيف وأنت أبدا فستجد أنه في القرآن الكريم أو السنة النبوية لم يحدث في حدود علم توبيخ أو استنكار لأي مسلم قام ليغير المنكر بأي طريقة شرعها الإسلام وشرعها الله سبحانه وتعالى وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيدنا حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره أمر الإمام الجاه ونهاه فقتله مش إمام كافر حتى إمام جائر يعني مسلم بس ظالم فلو تخيل النهاردة مثلا مسلم قام إلى السيسي في خطابه قال له أنت ظالم ومفتري وكافر وبدو ستي في سبعين فالسيسي طير رأبته يبرايل ده وفقا لمعارة الإسلام خير الشهداء وفقا لمعارة صمت المح أنت أهوج أنت مش عارف إيه 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 كده وبينما مصر كلها مشغولة بأرامل الشهداء لأيتام أبناء الشهداء الذين لا يأكلون نجد أن عصام تليمة مشغول بقضية أخرج برغد وهي هل يجوز تربية الكلاب في البيوت ويكتب على الفيسبوك أيوة يجوز تربية الكلاب في البيوت طب ما تفتي عصام تليمة أنه ليس منا من بات شبعانا وجاره جائح ما تفتي عصام تليمة أن حضرتك بدل ما يشتري كلب ابتمن الكلب يروح يعطيه لطفل يتيم يا أخي من المسلمين مش هين يأكلوا في سوريا ولا في الصين ولا في مصر حتى الشعب نفسه مش لا يأكل وبعد ذلك نجد عصام تليمة وهو مفروض شيخ يضع غلافا لكتاب اسمه حكم الإخوان في إباحة الدخان وطبع حتى وصديق كذا تفرض أن في كتاب حكم الإخوان في إباحة الخمر والنسوان حتحطه ولم يعلق بأن التدخين حرام إنما راح يصوروا ليه لأن هو رأيه هو أن التدخين حلال ولكن لم يأتي الوقت بعد ليظهر هذا الرأي وهذه الفتوى الخلاصة إذا تتبعنا مسيرة فتاوة عصام تليمة نجدها كلها دفاعا عن العلمانيين بدءا من السيسي الشيخ واجد غنيم طلق أفتى ومع علماء مسلمين إن السيسي كافر مرتد فعصام تليمة طب ما خلاص سيب أحمد الطيب ولا علي جمعة ولا ميزو ولا زيزو ولا خلدي الجند بتاع ففا عبدو ولا غيرهم يطلعوا يهم الذين يردون على الشيخ وابدي أنا ما لأ هو نصب نفسه مدافعا عن السيسي تجد ناس شتمت في السيساوية تجد عصام تليمة طلع لهم تجد ناس واصفت السيسي بالعرص يطلع هو يرد عليهم ويقولون عصام تليمة كتب مقال حلم النملم ليس ملحدة طب وانت مالك هو حلم النملم بعت لك هو الشيوع هل حلم النملم بعت لك قال لك يا عصام دفع عني والله إني مؤمن بالله لا طلب منك ولا عوي الشهادتك ولا أنت تلزمه في جزمته القديمة يعني على فكرة فأنا بالعكس أنا بعتبر ده هو السام شرف على السيطر ولا يفرق معاه ختاما لماذا يفعل عصام تليمة كل هذا هل هو ده بيفعله عن جهل الجهل ممكن يكون في وقعة أو اتنين أو زلة أو كذا لكن اتصال واتصال واتصاق الأفعال بهذا الشكل أنا بقول أن الراجل واقف هو في صف العلمانيين على طول الخط وستجد أنه دائما يوبخه في الإسلاميين يوبخ في الشيخ وابد غنيم أو يغمز في الإخوان المسلمين حتى مرة قال أن لائحة الإخوان هي لائحة داعش على رض هذه اللائحة التي أتت لأنها لائحة تعود بالإخوان إلى عشرين ثلاثين سنة وأنا حتى يعني مش عايز ألسوا خيات أن سميتها لائحة إيه أنا سميتها لائحة تنظيم داعش لنتمثل الإخوان مش هرجح عشرين سنة وراء يعني دائما هتجدوا أنه دائما يوبخ في الإسلاميين فهو يعني دوره يطلع روح الإسلاميين ودوره محام العلمانيين ومدافع العلمانيين دائما العلمانيين على طح ونسح وعلى خير وكذا لماذا؟ فعلى صمت بإذن الله وإن شاء الله انتظرنا مشاهدين وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته